ما حقيقة ما جرى على الحدود السورية الأردنية خصوصا أنه في نقطة حدود مثلثة سورية أردنية فلسطينية وبالأخص أن المتداول في الغرب أن له سلة بما يجري في غزة ومحاولة المقاومة إدخال أسلحة إلى الضفة الغربية الإعلان عن اشتباك على الحدود بين جندي أردني أطلق النار على الإسرائيليين كما تقول وكالة ولاء العبرية قد يكون عصابات مخدرات وتهديد للأمن الوطني في هذه الحالة الكل مع الأردن لكن ماذا لو كان خلاف ذلك